اشتركوا في القناة سرعة 11 كيلومتر في الساعة درجة الحرارة الحالية 29 درجة مياوية رطوبة نسبية مرتفعة عاما 62% الرؤية الفقية متدنية عاما 8% تشير آخر تحديثات سوى الأغمار الصناعية بوجود كميات قليلة من بعض الصحب على أجزاء متفرقة من شمال المملكة العربية السعودية وكذلك دولة الكويت تستمر إلينا إلى بداية ساعات المساء ولو من بعد تكون الأجواء صافية بشكل عام وذلك بسبب تأثر البلاد في منخفض جوي متمركز على دولة الكويت وكذلك على الجهة الشرقية من شبه الجزيرة العربية يأثر علينا باستمرار الرياح الجنوبية الشرقية خلال الأيام القليلة القادمة وزيادة الرطوبة تكون بعض الصحب متوقع أن يكون هناك في نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية في عطلة نهاية هذا الأسبوع قد تصل صرعة الرياح إلى 40 كيلومتر في الساعة أما بالنسبة لأجواءنا في منتصف هذه الليلة بشكل عام أجواء معتدي لتكونات بعض الصحب على المناطق الجنوبية من البلاد الرياح بشكل عام رياح متقلبة الاتجاه خفيفة سرعة إلى رياح الشمالية غربية خفيفة سرعة تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة درجات الحرارة متفاوتة ما بين 28 في غرب البلاد كذلك 30 درجة مئوية في مدينة الكويت المناطق السحرية بشكل عام 28 درجة مئوية مع بداية الدخول ساعات الصباح الأولى ستستمر ويانا الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة سرعة خاصة في المناطق الصحراوية من دولة الكويت وكذلك تزايد في كميات الصحب في المناطق الغربية درجات الحرارة متفاوتة ما بين 23 و25 غرب البلاد في المناطق الساحلية من 28 إلى 29 درجة مئوية الأجواء البحرية ويانا ستستمر معتدلة بشكل عام بسبب هدوء الرياح وخاصة في المناطق الشرقية من دولة الكويت متقلبة الاتجاه خفيفة سرعة متراوحة ما بين 5 إلى 25 كيلومتر في الساعة كذلك المناطق الغربية من البلاد اللاحظة أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة في نهار الغد 36 في الشقاية والسالمي 37 شمالا في منطقة العبدالي الزراعية حتى جنوب البلاد 36 درجة مئوية ولكن راح نلاحظ أن هناك زيادة بالإحساس بالدرجات الحرارة في نهار الغد وذلك بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة المتوقع في نهار الغد وكذلك تقلب الرياح اللي راح يستمر إلينا خلال نهار الغد مع بداية دخول مساء يوم الغد راح نلاحظ أن هناك بعض الصحب المتكونة على غرب البلاد فرص لأمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق البلاد كذلك الرياح راح تكون خفيفة درجات الحرارة متراوحة ما بين 30 إلى 33 درجة مئوية الأجوال البحرية بشكل عام خلال 24 ساعة قادمة بمشيئة لا أجواء معتدلة ارتفاع الموج متراوح ما بين 2 إلى 4 قدم تلات المايرة تزال ضعيفة في فترات الفساد المد الأول الساعة 17 و10 دقائق صباحا المد الثاني الساعة 25 و25 دقائق مساء الجزر الأول الساعة 12 و5 دقائق صباحا الجزر الثاني الساعة 12 و10 دقائق مساء أما بالنسبة لي موعد أدان الفجر حسب توقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 33 و37 دقائق موعد شروق الشمس الساعة 5 و5 دقائق موعد أدان المغرب الساعة 25 دقائق تقصى متوقع لمدينة الكويت خلال الخمس أيام المقبلة بمعاشية الله استمرار في رياح الكوس الجنوبية الشرقية معتدلة سرعة تنشط في بداية الأسبوع القادم قد تصل إلى 45 كم في الساعة متوقع أن تكون هناك في أغبرة مثارة خاصة عن مناطق المكشوفة من البلاد في يوم الخميس والجمعة متوقع هناك فرص أنطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق البلاد مع استمرار الرياح الجنوبية الشرقية معتدلة سرعة قد تصل سرعة الرياح في بعض الأوقات إلى 35 كم في الساعة العظمى متوقعة 38 و39 درجة مئوية أما الصغرى 26 درجة مئوية بداية من الأسبوع القادم إن شاء الله ستستمر أيضا ويانا رياح الكوس مع استمرار تكونات بعض الصحب المتفرقة على بعض مناطق البلاد سرعة الرياح متراوحة ما بين 30 إلى 45 كم في الساعة الدرجات الحرارة العظمى كذلك من 37 إلى 38 والصغرى متراوحة من 25 إلى 27 درجة مئوية أعزاء مشاهدين نشكر لكم حسن المتابعة لأن نأخذكم في جولة مع درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى